لدى تيكتوك ما يقرب من 700 مليون مستخدم شهرياً في جميع أنحاء العالم تقول الشركة أن أكثر من 100 مليون منهم موجودون في الولايات المتحدة ويحدى تطبيق مشاركة الفيديو القصير بشعبيات كبرى بين المستخدمي الهواتف الذكية الشباب ففي سبتمبر الماضي ومرة أخرى في ديسمبر منع قاد فدرالي جهود إدرار ترامب حضرة حميره في البلاد وهو تحدي ظل عالقاً أمام المحاكم الأمريكية بينما كان الرئيس الأمريكي أن ذاك دونالد ترامب يحاول إجبار شركة بايد دانس الصينية المالكة تطبيق تيكتوك إلى بيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى الشركات الأمريكية مدعياً أن جمعها البيانات يمثل تهديداً للأمن القومي كما زعم نفس الشيء عن تطبيق ويتشات وهو تطبيق مراسلة متجارة إلكترونية يحظى بشعبية كبيرة في الصين وبين المغتربين الصينيين في حين ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء ثلاثة أوامر تنفيذية من إدارة ترامب استهدفت تلك التطبيقات وبدل من ذلك أصدر أمره الخاص صعياً لتحديد التطبيقات التي يمكن أن تشكل خطراً غير مقبول على الأمن القومي والشعب الأمريكيين أمراً الوكالات الفيدرالية يوضع إرشادات جديدة لحماية المعلومات الشخصية للجمهور ولطالما اعتبرت محاولة ترامب فرض الحضر على أنها جزء من محاولة أكبر لمواجهة الصين فيما استنكرت بكين تلك الجهود وغيرها في حين ينظر إلى نهج بايدن على أنه يتراجع قليلاً راتما يحاول مواصلة دربي سلفه فهو يخلق نوافذ لعملية المراجعة وجدولاً زمنياً للمعايير الجديدة التي قد توفر إمكانيات لآلية العقوبات على تجريد ملكية تيك توك ويأتي هذا الألام بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون دعمه الحزبان يسمح بتخصيص حوالي 200 مليار دولار لتمويل العلوم والتكنولوجيا والبحوث لمنافسة التقدم الصيني بشكل أفضل في حين ردت بكين قائلة أنه يتوجب على الولايات المتحدة ألا تعامل الصين على أنها عدو وهمي